السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم دكتور در واحي موضوع حلقتنا النهاردة عن فوائد أحماض الأوميجا سري للشعر والبشرة وكمان الدراسات التي اتعاملت عليه لإثبات الفوائد ديت ويسيب لكم رابط الدراسات في صندوق الوصف وأول تعليه مسابق أول حاجة معنا فوائد أحماض الأوميجا سري للشعر بيعمل إيه للشعر؟ أول حاجة بيعمل على إيقاف التساقط علاج الصلع الوراسي والسعلبة وإعادة إنبات الشعر وزيادة طوله وكسفته وملء الفراغات تب إزاي؟ أول حاجة عن طريق أولا بيصبت إنزيم الفايفا الفاردكتاز وده الإنزيم المسؤول عن تحويل التستستيرون إلى دايهايدرو تستستيرون اللي هو هرمون الـ DHT وزي ما احنا عارفين أن هرمون الـ DHT هو الهرمون المسؤول عن تساقط الشعر في عملية الصلع الوراسي تاني حاجة بيعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروط الرأس وبالتالي فبيزود من كمية الغذاء والأكسودين الوصلة إلى بصيلات الشعر وبالتالي فهو بيعمل على تنشيط بصيلات الشعر الضعيفة والمكمشة إقاف تساقط الشعر إصلاح الشعر التالف تحفيز نمو الشعر وزيادة طوله وكسفته وملء الفراغات تالت حاجة بيردى فروط الرأس ومنع جفافها وبالتالي بيمنع من ظهور الإشراء وحكة فروط الرأس رابع حاجة بيزود سمك الشعرية بيزود سمك الشعرية وبالتالي بيعالج ضعف وتقصف وتقصر الشعر خامس حاجة ليه خواص مضادة للالتهاب وبالتالي هو بيمنع وبيعالج أي التهاب يصيل بفروط الرأس والالتهاب زي ما احنا عارفين هو أحد أسباب تساقط الشعر ونيجي للدراسات اللي تعملت عليه الدراسة الأولى اتعملت سنة الفين وخمستاشر ودي تعملت على مجموعة من النساء اللي بيستخدموا مكملات غزائية بتحتوى على أحماض الأم يسرية بانتظام وكانت النتيجة زيادة ملحوظة في نمو الشعر وانخفاض شديد في تساقط الشعر الدراسة التانية ودي تعملت برضو سنة الفين وخمستاشر وتعملت على مية وعشرين سيدة قسموهم إلى مجموعتين كل مجموعة فيها ستين سيدة المجموعة الأولى استخدموا معاها مكملات غزائية بتحتوي على أحماض الأم يسرية ومعاها مكملات غزائية بتحتوي على مضادات الأكسادة المجموعة التانية ماستخدموش معاها أي حاجة ومدة الدراسة دي كانت لمدة ست شهر والنتيجة أولا المجموعة اللي استخدموا معاها أحماض الأم يسرية ومضادات الأكسادة كان انخفاض شديد في تساقط الشعر في مرحلة التلجين فيس والزيادة ملحوظة في نمو الشعر في مرحلة الأنا جين فيس وكمان زيادة كسافة الشعر بنسبة 90% من المشاركين في التجربة أما المجموعة التانية اللي ما استخدموش معها حاجة ما حصلش أي تغيير في حالتهم والدراسة التالتة وديت عملت على الفقران وفي الدراسة دي أثبتوا أنه عند تطبيق زيت السمك المخمر المشتقة من أسمك المكاريل موضعيا على فروض شعر الفقران أدى إلى زيادة نمو الشعر بشكل كبير وكمان أثبتوا أنه بيزود من مرحلة الأناجين فيس اللي هي مرحلة التنامي طب هنستخدمها إزاي؟ هنستخدمها بطريقة من التنامي إما سيستمك عن طريق الفم إما موضعيا على فروض الرأس مباشرة طيب عن طريق الفم عن طريق تناول الأطعمة اللي بتحتوي على أحماض الأمجاسري زي الأسمات ودي واجبتين إلى تلات وجبات أسبوعيا من واجبتين إلى تلات وجبات أسبوعيا تاني حاجة عن طريق المكملات الغذائية اللي بتحتوي على أحماض الأمجاسري بتركيز ألف ملي جرام مرة واحدة بس يوميا لمدة اربع شهور متصلين. مرة واحدة بس يوميا لمدة اربع شهور متصلين. تاني حاجة موضعيا على فروط الرأس. تب هنعمله ازاي? اول حاجة المكونات بيتكون من ايه? اتنين كابسولة من اوميجا سري اتنين كابسولة من فيتامين اي الف ودي هنستخدمه هنا كمضاد للاكسا ده. تالت حاجة معلقة كبيرة من زيت اللوز الحلم او زيت الجيجوبة. هنستخدمه ازاي? هنخلط المكونات مع بعض كويس جدا. وبعدين هنطبق على فروط الرأس وهندلق لمدة خمس دقيقة وهنطلقه لمدة ساعة وبعدين نشطف. هنستخدمه كم مرة? هنستخدمه تلات مرات في الاسبوع. تلات مرات في الاسبوع. ونيجي لفوائد احماض الاميجا سري للبشرة. اول حاجة بيحمي البشرة من اضرار اشعة الشمس الفوق بنفسجية الضرة وكمان بيزود مقاومة الجلد ضد الحروق نتيجة التعرض للشمس. وفي تراسة اتعاملت على مجموعتين. المجموعة الاولى استخدموا معاهم احماض الاميجا سري بانتظام المجموعة التانية ماستخدموش معاهم اي حاجة. وازبتت الدراسة ان المجموعة اللي استخدموا احماض الاميجا سري بانتظام زادت مقاومتهم ضد الحروق للشمس بنسبة مية ستة وتلاتين في المية عن المجموعة التانية. التاني حاجة بيقلل من ظهور حب الشباب والاجزيمة والصدفية. وزي ما احنا عارفين ان من اهم اسباب ظهور حب الشباب او الجزيمة او السدفية وهو حدوس التهاب في البشرة. وبما ان ان احماض الامجاسري لها خواص مضادة للالتهاب. وبالتالي فيها بتساعد على منع الظهروم وكمان بتساعد على علاجهم. تالت حاجة بترتب البشرة وبتحافظ على نومتها ومنع جفافها. رابع حاجة بتساعد على التقام الجروح. ليه? لانها بترتب الجلد. والجلد الرطب بيقدر على الالتقام اكتر من الجلد الجيف. خامس حاجة بتعمل على تجديد خلايا وانسجة البشرة. تجديد خلايا وانسجة البشرة. وبالتالي بتحافظ على صحة ونظارة وحيوية البشرة. سادس حاجة بتعمل على تأخير ظهور علامات الشيخوخة وتقدم السن. بتأخر ظهور علامات الشيخوخة وتقدم السن. طب هنستخدمها ازاي? عشان نحصل على فويدها للبشرة. اول حاجة عن طريق تناول الاطعمة اللي بتحتوي على احماض الامجاسري زي الاسماك ونستخدم واجبتين اسبوعين. يعني واجبتين اسماك اسبوعين. تاني حاجة يا اما نستخدم مكملات غزائية بتحتوي على احماض الامجاسري بتركيز خمسمائة ملي جرام. خمسمائة ملي جرام مرة واحدة يومين. ولو مش متوفر هنستخدم الف ملي جرام تلت مرات اسبوعين. الف ملي جرام تلت مرات اسبوعين. وده الاستخدام المناسب للبشرة. ونيجي للمصادر الطبعية لاحماض الامجاسري. اول حاجة لاسماك الدهنية والمقلات البحرية. زي ايه? زي السلمون والسردين والتونة والمكاريل والمحار. تاني حاجة المقصرات. زي ايه? زي اللوز والبندق وعين الجمل. تالت حاجة بزور وزيت الكتان. بزور وزيت الكتان. رابع حاجة بزور اليقتين. خامس حاجة الشوفان. سادس حاجة منتجات الالبان. سابع حاجة السبانخ. تامن حاجة البروكلي. تاسع حاجة البيت. وفي الاخر اتمنى اكون قدمت معلومة مفيدة. تكونوا استفدتم منها. اي استفدتم. سبهولي في التعليقات. وان شاء الله هارد عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.